السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر اليوم راح استعرض أحدث هواتف شاومي وهو شاومي مي 10T برو وطبعا هذا الهاتف يتميز بكاميرا 108 ميجا بيكسل راح استعرض لكم بعض الصور اللي التقدتها عبر هذا الجوال وأيضا مواصفاته الكاملة يجي USB Type-C وهذا الشحن الخاص في كفر وهذه عدسة 108 ميجا بيكسل وشغلت الجهاز الحين نجرب سرعة استجابة بصمة الأصبع طبعا زر التشغيل موجود في هذه المنطقة وأول ما نلمسه على طول يفتح شوف تاني مرة نظام التشغيل زي ما هو ظاهر في الشاشة هو الأندرويد الأستار العاشر واجهة المستخدم ميوي وهي خاصة بشركة شاومي مركز التحكم عدلوا عليه نقدر نسحب من الأعلى يطلعنا أو من الزاوية لكن لو جينا من الزاوية الأخرى وسحبنا يطلعنا الإشعارات معالج هذا الهاتف هو سناب دراجون 865 بمعمارية 7 نانو الرام 8 جيجا ومساحة التخزين 256 جيجا بايت الكاميرا الخلفية فيها ثلاث عدسات 108 ميجا بيكسل و13 ميجا بيكسل و5 ميجا بيكسل أما العدسة الأمامية 20 ميجا بيكسل وحجم هذه الشاشة 6.67 بوصة بتقنيات بلس اف اتش دي وشاومي وضعت فيه التقنيات الحديثة خصوصا اتصال فائق السرعة الجيل الخامس أو الفايف جي والمهم والأهم في هذا الهاتف أن بطاريتها 5000 ميلي امبير وهذه بطارية تكفينا لعمل يوم ونصف أو يومين إذا كان استخدامنا بسيط جدا اللي يميز هذا الهاتف أيضا إنه ممكن يكون بديل للريموت كنترول سواء للتلفزيون أو للمكيف أو أجهزة أخرى تقبل الاستشعار عن طريق الانفراريد أو موجات الـ IR وبسحب لوحة التحكم علشان نشوف وش فيه مواصفات ومميزات طبعا يدعم الدفع قريب المدى أو الاتصال قريب المدى الـ NFC سواء بنستخدمه في المدفوعات أو بنقل البيانات ما بين هاتف وآخر بسرعة عالية فيه مسح أو ماسح الـ QR كود فيه خاصية النوافذ المثبتة وهذه خاصية جميلة أعجبتني لما نضغطها طبعا الحين ما راح تشتغل إلا إذا فتحنا أحد التطبيقات بفتح تطبيق اللي هو Google Play بعدين أنزل ثاني مرة وأروح على النوافذ المثبتة راح يضع لي التطبيق اللي كنت أنا فاتحه في نافذة صغيرة جدا هذا هو Play Store وأخليها موجودة نبغى نفتح تطبيق آخر على سبيل المثال فتحنا اليوتيوب برضو هذه موجودة وما تأثرت نرجع ثاني مرة لها وعلى فكرة الهاتف يدعم كافة تطبيقات جوجل منها متجر تطبيقات جوجل اللي هو Google Play وأيضا الجيميل اليوتيوب وغيرها أما من ناحية الكاميرا راح تظهر لكم بعض الصور اللي التقدتها عن طريق هذا الهاتف ورح أفتحها من المعرض معرض الصور هذه هي كل الصور اللي أنا التقدتها ورح تظهر لكم بشكل أكثر نقاوة وفي خاصية جميلة جدا في هذا الحاتف إنه يشغلنا الكاميرا الأمامية والخلفية بنفس الوقت ورح يفصلنا الشاشة إلى جزئين وعلى سبيل المثال طلعنا إلى رحلة أو لمكان وجاسين نبغى نصورها ونبغى الكاميرا تتوجه علينا وبنفس الوقت تصور لنا المكان اللي أمامنا فبدل ما نبدل بين الكاميرات رح تشتغل الكاميرتين بنفس الوقت سواء الأمامية أو الخلفية وراح يظهر لنا في مقطع فيديو واحد وفي الختام أتمنى أني وفقت في شرح مميزات ومواصفات هذا الهاتف من شاومي أتمنى أنكم تشرفوني على القناة بضغط زر الاشتراك وتفعيل التنبيهات وأيضا متابعتي على حسابي على تويتر هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر